وعلى صعيد المشروعات الخدمية وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الأشغال العامة بالبدء في إنشاء شاطئ السيدات بمدينة كلباء بطول 700 متر في منطقة سور كلباء والذي سيضم كافة المرافق والخدمات ويضمن خصوصية للنساء كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتشييد ساحة للأنشطة والاحتفالات مطلة على بحر كلباء لتستضيف الفعاليات والأحداث والمهرجانات المختلفة أعلن عن ذلك سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة عبر برنامج الخط المباشر في إداعات وتلفزيون الشارقة نبشر أهالي مدينة كلباء ونقول لنا سمو الحاكم حدد كذلك موقع الشاطئ السيدات وأمر سموه وجه بأن يتم البدء فعلا بتنفيذ هذا الشاطئ وتوفير جميع الخدمات والمرافق المشابهة للمرافق التي تم توفيرها في مدينة دباء وكذلك أيضا سموه حدد الموقع هذا بحيث أن يكون الموقع في مدخل مدينة كلباء في المنطقة المقابلة لمنطقة سور كلباء ومثل ما نشوف هذا الشاطئ الجميل الذي تم تهيئته وبناء لمدينة كلباء جزء من هذا الشاطئ تم تخصيصه بحيث يكون شاطئ للسيدات وهذا الشاطئ طبعا بطول 700 متر في حين أن الشاطئ الموجود في دباء فقط 280 متر فإنصارت المساحة ومضاعفة في هذه المدينة فنبارك لأهالي مدينة كلباء أنه بيكون إن شاء الله شاطئ للسيدات بيتوفر في مبنى متكامل الخدمات من دورات مياه مناطق استحمام كذلك بيكون هو المبنى مشابه لمدينة كلباء عبارة عن مبنى في كافتيريا مصلة عيادة دورات مياه خدمات كذلك صالة للألعاب الرياضية سواء كانت ألعاب داخلية أو خارجية فبتكون مرتادين هذا المرفق سواء الشاطئ أو المبنى بيقدرون يستفيدون من الخدمات الموجودة من خلال هذا المبنى أو الخدمات الموجودة على الشاطئ بإذن الله كذلك في توجيه آخر وهو إن شاء أيضا بجانب هذا الشاطئ في المنطقة بتكون بمسافة 300 متر تقريبا ساحة أنشطة واحتفالات في هذا المكان وهذا يعتبر من أفضل المواقع يكون أنه أطلالة على البحر مباشرة وفي مدخل المدينة وهذه الساحة بيتم استخدامها للمهرجانات والفعاليات سواء كانت مهرجانات الخيول والألعاب الشاطئية مهرجان كرة الطائرة الشاطئية ومهرجان كرة القدم الشاطئية وكذلك أيضا المهرجانات العائلية التي تحتاج مثلا لألعاب الأطفال المائية والبحرية والألعاب التي تنشط في فترة الصيف في مدينة كلبة وهذه المنطقة بتخصص لهذه الأنشطة والمهرجانات والفعاليات التي تقام وتحتاج ساحة فعاليات وطبعا أتخيل أن هذا الموقع يعتبر من أفضل المواقع من ناحية الإطلال البحرية وفي مدخل كلبة وكذلك على طريق الكورنيش في هذه المدينة ترجمة نانسي قنقر